الاكتفاء الذاتي مرة أخرى عبارة صارت مرادفة لأي عمليات تدمير وتخريب تتعرض لها الثروات العراقية ليتحول الأمر إلى وبال على الاقتصاد العراقي في أكثر من قطاع تكرر ذلك مرات عديدة ليصل اليوم إلى حقول الدواجن الأمر توضح أكثر منذ نهاية العام الماضي بعد الكارثة التي ضربت الثروة السماكية حين شهدت مياه نهري دجلة والفرات نفوق ملايين الأسماك تواترت الشهادات والتقارير على أنها حدثت بفعل فاعل بعد إعلان وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي لكن الأمر قيد حكوميا ضد مجهول وأدخل أدراج النسيان وهو ما يؤكد ضلوع جهات سياسية متنفذة فعلا هذه المرة في المجزرة التي تزامنت مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران ومحاولة الأخيرة إيجاد متنفس لاقتصادها المتهالك لم يفق العراقيون من آثار هذه الكارثة حتى استيقظوا على إصابة محصول الطمطة بوباء مجهول أدى إلى تلف ألاف الأطنان منها كلمة السر كانت مجدداً الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وأصابع الاتهام تتوجه مرة أخرى نحو الشرق الأصفر الأمر ذاته حدث في الحرائق الواسعة التي طالت حقول الحنطة والشعير في العديد من المحافظات العراقية فقد كان دليلاً كالشمس في رابعة النهار على وجود أياد تسعى إلى تدمير الاقتصاد العراقي لا سيما مع الأدلة التي عثر عليها دون أن تجد جدية حكومية في التعامل معها الفصل الجديد كان في محافظة القادسية حيث التهم حريق هائل قاعة حديثة لتربية الدواجن في المشروع الوطني للدواجن بعد تأكيدات على أن هذا المشروع الضخم يغطي 35% من حاجة السوق العراقية بواقع 500 طن من لحم الدجاج ومليون بيضة يومياً الحريق الذي أدى إلى إصابة اثنين من العاملين تم تداركه بصعوبة وسيكلف الشركة المستثمرة خسارة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار على وفق ما أعلنه مصدر رسمي عضو لجنة الزراعة النيابية علي البوديري أكد أن الحريق كان مفتعلاً ومخططاً له من بعض الجهات دون أن يفصح عنها لأنه جاء بعد أيام من إعلان وزارة الزراعة قرب الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن والبيضة تحقيق الاكتفاء الذاتي عبارة تحولت إلى ما يشبه شفرة لإطلاق يد العابثين بالعراق وقوت شعبه أو شبحاً يطارد أي مشروع يسعى لسد رمق العراقيين الذين يواجهون كل يوم جيلاً جديداً من الحروب التي إن لم تقطع أعناقهم فإنها تقطع أرزاقهم فمن يحمي العراقيين من هؤلاء العابثين ومن يحميهم؟